بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المعادلات المثلثية للثانية ثانوي رقم ثمانية أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقني الرياضي والرياضي حيث قال حل في آر المعادلات التالية الأولى قال كوس 2 إكس زائد سينيس إكس يسوي صفر ثانيا قال سينيس بي على ثلاثة ناقص إكس يسوينا كوس بي على ستة زائد أربعة إكس ثالثا قال كوس إكس زائد سينيس إكس يسوي لنا خمسة رابعا قال كوس إكس زائد بي على إثناني ناقص سينيس بي ناقص إكس يسوي لنا ناقص واحد إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق الآن في المثال الأول لاحظوا جيدا كوس إثناني إكس زائد سينيس إكس يسوي صفر أنقل هذا إلى هذا الطرف فماذا ينتج؟ ينتج لنا كوس إثناني إكس يسوي لنا ناقص سينيس إكس دقيقوا الآن أبناء ما هي سوف نجري تغيير لهذه العبارة وكذلك هذه العبارة لاحظوا جيدا تقول القاعدة لحل معدلات فيها من جهة كوس ومن جهة سينيس نحولها على الشكل كوس آ يسوي لنا كوس بي لاحظوا هنا نقطة نقطة أبنائي كيف تجرى تلك العمليات نأتي الآن إلى الدائرة المثلثية إذا جئنا إلى هذه الزاوية التي تظهر هنا الزرقاء ونأتي إلى الزاوية الأخرى متشابها سوف يعطي لبعضهم البعض الكوس لا يسوينا السينيس للثانية لو نأتي الآن إلى هذه الزاوية هذه الزاوية أبنائي إذا من هنا إلى هنا إذا سميناها بي على إثنان ناقص إكس فماذا تقول القاعدة السينيس لا تهتم إلى هذا النقص أصلا أتركه كما هو الآن لو جئنا إلى سينيس هذه الزاوية الصغيرة ها هو السينيس لذها التي أريكم إياه باللون الأزرق ها هو أمامكم السينيس ماذا يسوي لنا بالنسبة إلى الزاوية الأخرى الزاوية الأخرى أبنائي أكيد سوف يعطي لنا ها هو ركز هذا البعد هذا البعد يساوي لنا هذا البعد إذن ما هي العلاقة؟ العلاقة ما بين هاتين الزاويتين يا أبنائي أنه تصبح تساوينا ناقص نترك ناقص كوس إذا قلنا سينس الزاوية الصغيرة هذه يساوي لنا كوس الزاوية P على 2 ناقص X فتصبح لنا هنا P على 2 ناقص X لم أفعل شيء إنما التسعون درجة تتحول الكوس إلى السينس والسينس إلى الكوسينس السينس إلى الكوسينس نعم الآن بعدما أكملنا مع الفرع الثاني نأتي الآن إلى الفرع الأول كذلك أبنائي دقيقوا معي أين هو الفرع الأول اللي هو هذا كذلك سوف نجري عليه تغيير إذا كانت عندنا زاوية أبنائي قيسها 2X معناها ضعف الأولى هذه الزاوية من هنا إلى هنا إنها 2X ماذا تساوي لنا عندها زاوية أخرى تقابلها لاحظوا إذا قلنا هذه الزاوية كم تصبح يا أبنائي لاحظنا إلى هذه الزاوية من هنا إلى هنا إنها P زائد 2X ما العلقة بين هذه لاحظوا إلى الكوس إلى هذه الكوس لديها لما نسقط هكذا يكون قيمة موجبة أما الأخرى فالكوس لديها أنظروا سوف يكون قيمة سالبة إذن هذه الموجب هذا الموجب في ماذا يضرب حتى يصبح لنا سالب يضرب في ناقص فتصبح هذه كذلك تساوي لنا ناقص كوس P زائد 2X ها قد الآن أجريت تغييرا فماذا أصبحت تصبحت العبرة هي كوس P زائد 2X يساوي لنا ناقص كوس P على 2 ناقص X كتبتها مثل ما قلت في الأول وتزائد ناقص مع الناقص يذهب تصبح لنا زائد فأصبحت عندنا القاعدة المشهورة اللي هي كوس A يساوي لنا كوس P هذه تقول القاعدة خلول هذه المعادلة أنه A يصبح يساوي لنا P زائد 2K P أو أو ماذا أو A يساوي لنا ناقص P زائد 2K حيث K هو عدد صحيح يا أبنائي الآن سوف نكمل المسير نكمل الآن فتصبح لنا طبقا لهذه العلاقة ماذا ينتج ينتج لنا أنه تصبح لنا P زائد 2X يساوي لنا ماذا P على 2 ناقص X زائد 2K لاحظوا جيدا يقول أحدكم أين الأو أين البي ها هو الأو وها هو البي ثم أو ماذا أو عندنا تصبح لنا تصبح P زائد 2X يساوي لنا ناقص P البي ها هو أمامكم تصبح لنا ناقص P على 2 زائد X لأن تضرب القيمة كلية في ناقص زائد 2K P نتابع جيدا نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم الآن سوف بقيت لنا إلا أن نكمل المسير فقط إذن تصبح لنا ما رأيكم أبنائي لو نأتي بهذا الـ X إلى هنا وهذا إلى هنا ماذا ينتج ينتج لنا تصبح لنا 3X يساوي لنا ماذا يساوي لنا P على 2 ناقص P زائد 2K P وفي العبارة التي بعدها أو ماذا نأتي بهذه القيمة إلى هنا ونأتي بهذه القيمة إلى هنا فيصبح لنا ماذا 2X ناقص X وهي X يساوي لنا ناقص P على 2 ناقص P زائد 2K لم أفعل شيء نكمل المسير ما علينا الآن أبنائي إلى التوحيد المقام هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2 فماذا ينتج لنا ينتج لنا العمل التالي تصبح لنا 3X يساوي لنا لاحظوا ناقص 2P زائد P تصبح لنا ناقص P على 2 زائد 2K P نكمل معها ثم نكمل مع المعادلة إذا سمينا هذه واحد وهذه 2 نكمل مع المعادلة واحد الآن هذا الثلاثة عليه أن ينتقل إلى المقام فتصبح لنا X يساوي لنا ناقص P على 6 زائد 2K P على 3 أما المعادلة الثانية أبنائي فماذا ينتج تصبح لنا X يساوي ناقص P ناقص 2P يصبح لنا ناقص 3P على 2 زائد 2K P وهنا نكتب أو مع K قلنا عدد كيف هو عدد صحيح إنها حلول المعادلة ويمكن ويمكن لنا أبنائي أن نتأكد من الأشياء التي وجدناها هل هذه الحلول التي وجدناها تحقق لنا المعادلة أم مجرد حلول حسبناها وفقط تعالوا نتأكد ونعطي قيم لK لنتأكد من الجواب أنه صحيح نتابع جيدا إذا جئنا الآن هكذا وتعالوا نعطي أبسط قيمة لK المعروفة إنه الصفر تعالوا نطبق هل نجد صفر أم لا في الحالة الأولى نعطي لK نعطي له صفر ماذا تصبح لنا تصبح لنا X يساوي ناقص P على 6 أو ماذا أو X يساوي ناقص 3 P على 2 تعالوا الآن في هذه المعادلة لنتأكد أبنائي إذا وجدنا صفر فكلامنا صحيح إن لم نجد صفر فنحن مخطئ تصبح لنا ناقص نعوذ هنا أصبح لنا COS 2 في ناقص P على 6 على 6 زائد سينس ناقص P على 6 تصبح تساوي لنا لا أقول إنها تساوي السفر بل نكمل تصبح تساوي لنا ماذا تساوي COS ماذا ناقص P على 3 لأننا نختزل من هنا 2 زائد سينس ناقص P على 6 نتابع جيدا إذا ناقص COS ناقص P على 3 اللي هو ناقص 1 عفوا اللي هو 1 على 2 لماذا لأنها هي تلك الزاوية الكوس لديها لاحظوا إذا قلنا P على 3 ها هو P على 3 الكوس لديها يأتي في الجهة المجابة اللي هو نصف أما السينس الزاوية اللي هي ناقص 30 تصبح لنا هنا السينس السينس كما هي إنها قمة سالبة اللي هي 1 على 2 يساوي سفر إذن الشيء الذي وجدناه صحيح يمكن الآن أبناء كذلك أن نأتي إلى قيمة الثانية عوضوا كذلك تصبح لنا COS ناقص 3 P على 2 ولكن عندنا هنا الاثنان لا ننسى الاثنان مضروب في اثنان زائد السينس ماذا ناقص 3 P على 2 يساوي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا COS ماذا ناقص 3 P زائد ماذا زائد سينس أما يمكن هذا كذلك لهو نستخرجه كخارج أو نتركه كما هو وصبح لنا السينس ناقص 3 P على 2 تساوي لاحظوا جيدا أبنائي انظروا بما أن هذا العدد هو عدد فرضي فاعلموا أنه سوف تسقط الكوس في هذا المكان لهو قيمته تصبح لنا ناقص واحد أما الزاوية اللي هي ناقص 270 ناقص 270 هي هكذا هنا ناقص 90 ناقص 108 ناقص 270 لهو الكوس السينس لديها كم إنه واحد تصبح لنا زائد واحد ويساوي سفر إذن الكلام الذي وجدناه إنه صحيح 100% نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الذي جاء بعدها هنا لاحظوا جيدا وتابعوا مع النقطة نقطة أبنائي نحن عندنا بعض الخواص عندنا إذا قلنا كوس ألف إذا رمزنا إلى هذه بألف ماذا تساوي بالنسبة إلى السينس لاحظوا تساوي لنا أبنائي نقطة نقطة حتى تعلموا إذا قلنا هذه الزاوية من هنا إلى هنا إنها بي على 2 زائد ألف ما العلاقة بين هذه واذك إذن نلاحظ جيدا أن أبنائي أن كوس هذه الزاوية التي هي ألف يساوي سينس هذه الزاوية ضاحظ هذه الزاوية ها هو السينس لديها هنا بعملية الإسقاط كما أشير باللون الأحمر إذن ماذا يمكن أن نقول تساوي سينس بي على 2 زائد ألف يقول أحدكم لكن أين الألف يا أستاذ ها هي الألف كليا هذه ألف ما معنى معنى تصبح لنا هكذا كوس بي على 6 زائد 4 إكس تصبح تساوي لنا سينس أركز جيدا سينس بي على 2 قلت هذه سميت ها كليا ألف نضع هذه القيمة هنا كما أشير فقط فتصبح لنا كم تصبح لنا زائد بي على 6 زائد 4 إكس هذه القيمة أبنائي هذه التي أشير إليها هي التي نضعها في هذا الموضع فماذا ينتج لنا هكذا السينس بي على 3 ناقص إكس يساوي لنا السينس ماذا بي على 2 زائد بي على 6 زائد 4 إكس فقط الآن جاء السينس يساوي السينس فإن القاعدة ماذا تقول تقول لنا القاعدة هي هكذا فإن بي زائد 3 ناقص إكس يساوي بي على 2 زائد بي على 6 زائد 4 إكس أفوان قلت زائد 4 إكس زائد 2 ك بي أو ماذا أو بي على 3 ناقص إكس تساوي ماذا تساوي بي ناقص كليا هذه القيمة لهي ماذا لهي ناقص بي على 2 زائد بي على 6 زائد 4 إكس زائد هكذا زائد 2 ك بي مع قلنا أنه ك عدد كيف هو صحيح ما نسميها بدساتر تعوي لاحظوا جيدا الآن لنكمل المسر تصبح لنا هنا أول شيء أنه نأتي بهذه القيمة ننقلها إلى هنا وهذه ننقلها إلى هنا فتصبح لنا ر ناقص 4 إكس ناقص إكس ناقص 5 إكس تساوي ننقل تصبح لنا ناقص بي على 3 زائد بي على 2 لاحظوا زائد بي على 6 زائد 2 ك بي المعادلة الثانية كذلك أو ماذا يحدث أو هذا ينقل إلى هنا والآخر وهذا ركزوا جيدا لا نتعجل فيما يخص هنا لأنه في قرية إشارات رويدا رويدا ماذا تصبح هنا قبل كل شيء نوحد المقام هنا لن نجعل هنا 6 هنا كم هنا 2 هنا 6 هنا 3 لاحظوا لم أفعل شيء ثم بعدها إلى المعادلة الثانية تصبح لنا هذا ناقص X يساوي P على عفوا P ناقص هذا لما ينقل إلى الطرف الآخر تصبح لنا ناقص P على ثلاثة ثم ندخل الناقص إلى هذه ناقص P على إثنان إثنان ناقص P على ستة ناقص أربعة X أنا الآن ندخل هذا الناقص إلى على هذه زائد إثنان ك P نكمل الآن ما علينا أبنائي إلا نقل هذه القيمة إلى هذا الفرع فماذا ينتج تصبح لنا ناقص خمس X يساوي عندنا أولا لاحظوا هنا أبنائي عندنا هذا مع هذا كم أربعة P ناقص إثنان P تصبح لنا إثنان P على ستة لم أفعل شيء زائد ماذا زائد إثنان ك P فقط متابع جيد والعبارة الثانية ماذا تصبح لنا لاحظوا نقطة نقطة وتصبح لنا العبارة الثانية أو ماذا لما الآن نأتي بهذه القيمة إلى هنا تصبح لنا ناقص X زائد 4X اللي هي 3X يساوي الآن هنا نوحد المقام إذا وضعنا هنا ماذا لاحظوا جيدا هنا 6 وهنا 6 وهنا 6 وهنا 2 وهنا 6 وهنا 3 ولاحظوا جيدا ماذا تصبح لنا تصبح لنا هكذا تصبح لنا هذا لاحظوا هذا مع هذا كم تصبح لنا ناقص 5 ناقص 5P مع هذا ناقص 6P مع 6P إذن يذهب هذا مع هذا مع هذا فماذا تبقى لا تبقى لنا إثنان كابي إذن لاحظوا جيدا ومنه إكس الأول لاحظوا نقطة نقطة تصبح لنا إكس الأول ماذا يساوي يساوي أن ناقص ركزوا جيدا ناقص إثنان بي على ثلاثون لأن هذه تأتي إلى تضرب في الستة ناقص ماذا ناقص إثنان كابي على ماذا على خمسة لكن هنا يمكن أن نقسم على ماذا على إثنان فماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا هكذا تصبح لنا ناقص بي على ماذا على خمسة عشر إذن ركزوا على خمسة عشر والأخرى ماذا تصبح أو إكس يصبح يساوي أن إثنان كابي على ماذا على ثلاثة إنها حلول هذه المعادلة فقط ويمكنكم الآن أبنائي معك قلنا دائما عدد كيف هو صحيح يمكن أن تعطلوا للكام مثلا صفر تذهب هذه وتذهب هذه تصبح لنا وعوضوا سوف تجدون نفس النتيجة مثل ما فعلنا في المثال السابق للتحقق فقط يا أبنائي نأتي بعدها إلى المثال الذي جاء بعده لاحظوا إلى هذا المثال هذا المثال لو نلاحظ جيدا هنا نقطة نقطة نقول عندنا كوس إكس مهما كان محصور ما بين الواحد والناقص واحد والسينيس كذلك لاحظوا سينيس إكس محصور ما بين الواحد والناقص واحد لو نجمع طرف لطرف كم نجد؟ نجد ناقص إثنان هكذا أقل أو يساوينا من كوس إكس زائد سينيس إكس ألاحظ ومن هنا إثنان وهو يريد جمعهم يعطينا خمسة هل هذا معقول؟ هذه كليا محصور ما بين الناقص إثنان والإثنان وهو يريدها أن تكون تساوي خمسة إذن نقول ومنه ماذا أبنائي؟ ومنه المعادلة لا يوجد لها حلول لأن مجموع هذه مع هذه لا يتعدى ما بين الناقص إثنان والإثنان وهو يريد أن يتساوي خمسة إذن نقول لا يوجد حلول لهذه المعادلة فقط نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الأخير ندقق هنا جيدا كذلك لاحظوا إذا جئنا إلى هذه العبارة لاحظوا إذا جئنا إلى هذه الزاوية أين هي؟ إذا كانت هذه عفوا إذا كانت هذه هي الإكس فإن هذه ماذا تمثل؟ هذه أبنائي تصبح لنا هي إكس زائد بي على إثنان إذن من هنا إلى هنا هي إكس زائد بي على إثنان يعني زائد تسعون وهو عندنا الكوس الكوس لهذه الزاوية هو هذا الذي يظهر هنا بالأسود والسينيس ما هو للزاوية الأم له إكس هو هذا يا أبنائي دقيقوا الكوس السينيس للأولى هذا وفي على إثنان زائد إكس هي هذا ماذا تلاحظون؟ الكوس هنا إنه سالب والسينيس هنا إنه مجب إذن حتى يصبح بما أن هذا سالب وهذا مجب إذن المجب في ماذا نضربه حتى يصبح سالب؟ معناه نضربه في ناقص فتصبح لنا كوس إكس زائد بي على إثنان يصبح لنا ناقص سينيس إكس وعيد أبنائي السينيس هنا كم الكوس لهذه الزاوية؟ انظروا لهذه الزاوية الكبيرة التي تظهر هنا باللون الأزرق الكوس لديها سالب والإكس هذه الصغيرة كم؟ عندها الكوس السينيس مجب إذن حتى يصبح السينيس سالب معناه نضربه في ناقص فقط لأن المسافة كقيمة مطلقة هذه القيمة وهذه القيمة متساويتان لكن كقيم جبريا لا متعاكسة في الإشارة إذا كان هذا موجب فالآخر يجب أن يكون سالب وبعدها أبنائي ماذا نأتي؟ نأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع نأتي كذلك إلى سينيس ركزوا جيدا هنا معي إذا جئنا إلى سينيس بي ناقص إكس بي ناقص إكس ها هو الزاوية بي ناقص إكس يا هذه دقيقوا هما متشابهتان مع الزاوية الأم الأم دائما نسميها هذه نسميها الزاوية الأم إذن لو نلاحظ جيدا إنهما متساويان في السينيس في السينيس انظر هذا مسقطه هكذا وهذا مسقطه هكذا إنهما متساويتان إذن فعندنا كذلك سينيس بي ناقص إكس ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا السينيس إكس إذن نأتي أبنائي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع فماذا ينتج لنا؟ فتصبح لنا ناقص سينيس هكذا ناقص سينيس إكس ناقص سينيس إكس لأن حولت كل واحدة بما يساوي يساوينا ناقص واحد ناقص سينيس مع ناقص سينيس بحلنا ناقص إثنان سينيس إكس يساوي ناقص واحد ومنه سينيس إكس يساوي ماذا؟ واحد على إثنان لأن الناقص يذهب مع الناقص الآن ما هي هذه؟ إنها بي على ستة هذه تساوينا سينيس بي لأن التي سينس لديها نصف هو بي على 6 نعود الآن إلى أصل السينس يساوي سينس قلناها قلنا يا أبنائي ماذا تصبح لنا تصبح لنا x يساوي بي على 6 زائد 2 ك بي أو ماذا أو x يساوي بي ناقص بي على 6 القانون يقول هكذا يقول a يساوي لنا بي زائد 2 ك بي أو يساوينا ناقص ب عفوا P ناقص ب زائد 2KP إذن تصبح لنا زائد 2KP معك قلنا عدد كيفه ينتمي إلى زاد تصبح لنا X يساوينا P على 6 زائد 2KP أو ماذا أو نوحد هنا المقام 6 أو تصبح لنا X يساوي لنا 5P على 6 زائد 2KP فقط يا أبنائي إنه حلول هذه المعدلة ويمكن لكم أن تجربوا قلنا كعدد صحيح يمكن أن تجربوا تعطوا للك صفر تصبح لكم هذه الصفر وهذه الصفر وعوضوا في تلك العبارة الأولى سوف تجدون ناقص واحد بهذه البساطة المطلقة فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تساوينا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لها صفحة الأستاذ نردي ليصلكم جديداً باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته